امبيا فوز على زاد ويتصدر قمة ترتيب الدوري الممتاز المرة الاولى هذا الموسم يعتلي امبي جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على زاد بهدف دونة مقابل في الوقت القاتل من المباراة عن طريق المتقلق محمد شريف حتحود في ديئة واحد وتسين كمان المصري يرتقل للمركز الثاني بعد الفوز على مقولون العرب بهدف دونة مقابل ويصل هو الاخر للنقطة تلاتة وعشرين وفي المباراة الثالثة تعادل اسماعيلي مع الجونة بدون اهداف اما بكرا ان شاء الله فسيعود الاهل بطل افريقيا للظهور امام بلدية المحلة ونتمناها ان شاء الله مواجهة ممتعة اشتركوا في القناة حضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في الدوري المصري الممتاز الدوري نايل جولة الاربعتاشر كان فيه مباريات حلوة مباريات ممتعة المصري البورسعيدي النهاردة فاز على المقولون العرب بهدف دون رد هدف لمعتز زدام في الديئة السبعين المصري يتحسن المصري يتقدم في جدول الترتيب يصعد الان الى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز الهدف امام حضراتكم هو هدف المباراة الوحيد هدف جميل المصري مع الكابتن علي ماهر خلاص الكابتن علي ماهر طبع خلاص مع المصري كان فيه بعض الاوقات تحسن نتائج يعني فوق وتحت دلوقتي لا الفرقة ماشية بنسق واحد مباراة اخرى كانت مسيرة جدا 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 امبي قدر يفوز على زد بهدف دون رد مباراة حسام مباراة صدارة يعني محمد شريف حتحود حسم المباراة في ديئة واحد وتسعين مباراة استمرت طويل لانه كان فيه تدخلات من الفار وتفاصيل كثيرة جدا ولكن امبي اللي عمل فرقة محترمة عمل فرقة من الشباب الفرقة الوحيدة في مصر امبي الفرقة الوحيدة في مصر ان قوام الفريق يصل لتسعين في المية من اللاعبين من الشباب ومن شباب النادي من كتاع الناشئين في النادي في امبي قصة نجاح حتى هذه اللحظة قصة نجاح رائعة جدا تستحق الاشياء ده بالنسبة ليه على الإدارة والجهاز الفني واللعبين والجهاز الفني السابق طبعا بكادر كابتن تامي المصطفى اللي عمل الشغل العظيم ده كله ويه بعد كده جي جهاز فني اخر واستكمل هذه المهمة مباراة اخرى بين الجونة والاسماعيلي انتهت بالتعادل السلبي دون اهداف الكابتن علاء عبدالعال واضح كعدده انه هو لو ما بيكسبش فما اخسرش فالتعادلات كترت او بالنسبة للجونة بس بالنسبة له كل دي نتائج جيدة جدا بالنسبة الفري ما عندوش امكانيات كبيرة والاسماعيلي كان مهم بالنسبة له طبعا يخطف السلاسلقات النهاردة عشان يبعد اكتر عن منطقة الهبوط ولكن مباراة كان فيها بعض الفرص والاسماعيلي برضو اضع عدد كبير من الفرص اللي كان ممكن تبقى هدف طيب تعال نشوف جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد هذه المباراة ايه الوضع فيه زي ما قطركم انبي في صدارة جدول الترتيب وبعده المصري في المركز الثاني طب بس من 14 مباراة المصري في المركز الثاني من 12 مباراة 23 نقطة وبعد كده زيد افسي من 13 مباراة 21 نقطة بنفس الرصيد بيراميدز وبعد كده الاتحاد وطلع الجيش وسرماكيلي بطرة واسموحة والجونة ثم الاهلي بست مباراة فقط في المركز العشر يجي بعد كده مودرني فيوتشر في المركز ال11 وبعدين الاسماعيلي ثم بلدات المحلة والزمالك في المركز ال14 ولكن من 9 مباراة فقط ب12 نقطة البنك الاهلي في المركز ال15 والسلاسي الاخير المقرور العرب والداخلية وفرقه ده جدول ترتيب الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة واخيرا يعود الاهلي للدوري وحشنا الاهلي في الدوري ست مباريات فقط في الدوري للنادي الاهلي منذ بداية هذا الموسم نتخيل في دوريات كتيرة في العالم عدد الدوري التاني بكذا مباراة والاهلي مازال يلعب فقط ست مباريات وغزبا عنه وطبعا مشاركة في كاس العام للأندية مشاركة في السبا الأفريكي مشاركة في دورة أبطال أفريكية ارتباطات دولية كسيرة دولية وقرية كسيرة بالنسبة للنادي الاهلي ولكن الاهلي يعود بمواجهة قواية أمام بلدية المحلة لكم قاومة النادي الاهلي لهذه المواجهة ولكن الأول أخذ مداخلة عبر زوم مع مواحد من المدربين اللي سابوا بصمة جيدة مدربين الأجانب اللي سابوا بصمة جيدة في الدوري المصري مصري زوران منولوفيتش المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري وأيضا فريق الوداد المغربي يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي مساء الخير يا كريم مبسوط جدا أن أنا على قناة مصرية بعد وقت كبير من ترك المصري طيب السؤال الأول لحضرتك بالتأكيد تجربتك مع الاتحاد تجربة كان فيها بصمة ممتازة جدا أشاد بها الجميع احكينا عن هذه التجربة وانطبعاتك عنها ولماذا أيضا رحلت عن الاتحاد السكندري الحقيقة أنا كنت مبسوط جدا بتدريب النادي الاتحاد ومش بس إن هو الاتحاد أنا كنت مبسوط إن أنا بدرب أندية مصرية وفرقة زي الاتحاد كانت فرقة محترمة جدا لعيبة محترمة وأنا كنت بأتعامل معهم كويس وسبب تركي للنادي أن أنا كان عندي مشاكل عائلية وارجعت البرتغال هل أثناء تواجدك في الاتحاد السكندري كنا نسمع كثيرا عن تقارير صحفية وإعلامية إنك لديك الكثير من العروض في الدوري المصري هل فوضك أحد الأندية أثناء توليك مهمة الاتحاد السكندري ما كانش حاجة رسمية هو كان كلام بس ولكن إن طول ما هو بيفضل كلام أنا ما بشغلش بالي به لكن لما بتبقى حاجة على الورق بتفرق كتير طبعا بالنسبة للمدرب من أكتر اللاعبين اللي تتذكرهم بالخير في تشكيلة الاتحاد السكندري شايفهم كانوا مواهب كبيرة جدا في كرة القدم سواء المصري أو حتى لعبين أجانب فيه لعيبة كتير مبلولو لأن أنا كمان دربته في أنجولا وأعرفه شخصيا وهو لعيب كبير جدا وأنا طبعا بتمنى شوفه كتير واضربه تانيا مروان عطايا أيضا لعيب كبير مروان لعيب كبير ولكن أنا يمكن ما خدش معاه وقت زي ما بلولو أنا وكان بيعمل فولات كتير وبيعمل أخطاء كتير ولكن هو بيتحسن وأنا شايفه أنه دلوقتي في مكان تاني مختلف تماما عن ما كان معنا في الاتحاد طيب سؤالي اللي جاي إليك أيضا يخص الاتحاد السكندري أثناء توليك الاتحاد هل أنت راضي عن هذه التجربة شفت أنك حققت نتائج فيها جائدة ولا كان هناك أفضل كممكن يقدمه الاتحاد الحقيقة أنا عملت موسم عالمي حاجة ممتازة وأنا حققت نتائج أنا وبره اسكندرية كتير وطبعا ده كان متشاف من كل الناس ومش بس من أهل اسكندرية يعني ويمكن ممكن جمهور البلاد كلها يعرف ده المباراة اللي ما تنسهاش مع الاتحاد السكندري مباراة تذكرها أن الاتحاد أقدم فيها مباراة قوية معك المباراة اللي هي كانت مع مع البنك الأهلي وإحنا كنا خسريني اتنين سفر وبعد كده غلبنا تلاتة اتنين وكنا مع الأهلي وبعد كده كنا خسريني من أهل تلاتة سفر وعملنا منتلك ويسيان من اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري كنت معجب بعدهم جدا بعيدة عن فريق الاتحاد السكندري فيه ناس كتير يعني فيه ناس كتير ناس في الأهلي وفي الزمالك طبعا كل العالم عارف أن الأهلي والزمالك فيه لعيبة كبيرة جدا أنا مش عايز أذكر حد بالإسمة عشان محدش يزعل مني خلال تواجدك في الدوري المصري شفت أبرز الإيجابيات اللي موجودة في الدوري المصري والسلبيات أيضا الحقيقة أنا حبيت الدوري المصري لأنه بتبقى منظمة شوية ولكن اللي ما كانش بيعجبني أكتر أن هي بتتوقف كتير بس طبعا الدوري المصري هو من أحسن الدوريات في أفريقيا العالم كله هو شبيه جدا للدوريات الإنجليزي والأوروبي لأنه فيه فيه فرق مهمة وفرق كبيرة جدا ولكن الأهم أن الدوري يكمل ما يفضلش يتوقف كل شوية لبعض الأسباب ما يعني حلو نتمنى الدوري المصري فيها نزمة بتول كده يبقى شبه الدوري الإنجليزي يا رب يعني طيب سؤالي اللي جاي لك يخص الهلاي الليبي بقى ومواجهته كناك مدربا للفريق الليبي ومواجهته أمام مدرني فيوتشر فيه الكولفدرالية خلال أيام كيف ترى هذه المواجهة الحقيقة كريم خلينا نكون صرحة احنا حاليا أنا بدرب في التحليبي بس نادي فيوتشر هو نادي كبير جدا وحاليا هو بيقدم أداء عالمي فطبعا الماتش من السهل ويمكن قبل ما أخش على الهواء أنا كنت رسا بأتكلم مع زمايلك أن الناس عندها فكرة عن المدرب أنه هو دايما بيقاعد هادي ولكن ده من الصحة زوران مانوروفيتش المدير الفني السابق لفريق الاتحاد أسخندري أنا بشكر لك شكرا جزيلا على هذه المدخلة عبر زوم طيب نرجع تاني لمباراة الأهلي وبلدية المحلة وقائمة النادي الأهلي لهذه المواجهة وهناك قصص وحكايات طبعا في حراسة المرمى مصطفى شبير محمود الزنفولي ومصطفى مخلوف سلاسي في حراسة المرمى خط الدفاع أمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيه ورام ربيع ومحمد عبد المنعم وفي الوسط كريم وليد وعمر السلية وإمام عشور مع مروان عطية ومحمد مجد أفشا وكريم فؤاد وفي الهجوم حسين الشحات وبرستا وطار محمد طاهر وانتوني مودست ووسام أبو علي وردى سليم دي قائمة الأهلي لهذه المواجهة أبرز للغيابات اللي بسبب الإصابة محمد الشناوي خالد عبد الفتاح أليو ديانج أحمد نبيل كوكا ياسر إبراهيم والاستبعاد الفني كريم الدبيس محمود متولي حمز علاء أحمد عبد القادر محمد الضوي كريستو ومحمود كهربا تعالي بقى بارح هنا في رقم عشرة حاجت لكم التفاصيل وقررها تاني مشتعرف برضو الوضع ماشي فين مرسل كولر وافق ان كهربا ما يسافرش مع الفريق لرحلة ميديامة في غانا المباراة في دوري أبطال أفراق وافق هو اللي وافق خالي بيبو كان رافض تماما وقال لكهربا تعالي ناخد رأي كولر فكولر وافق على مضد يعني يا على مضد يعني قال له انا مش هقف قدام أمور إنسانية انت شايف ان فرح شحوكتك ده حاجة مهمة فانا مش هقف قدامك بس ده هيتبعه انك مش تبقى المهاجم العساسي للأهلي انك هتبقى خيار أخير في المهاجمين يعني لو عندي هبدأ مباراة زي بتاعة بكرة دي بلدية المحلة هبدأ بمهاجم مودست مثلا فوسامة أبو علي هيبقى عدك هبدأ بوسامة أبو علي هيبقى مودست عدك انت هتخش يمتى لو واحد في دول عفوا انت عرض للإصابة والإيقاف أو مستوى قل جدا فتلا ساعتها هتخش مكان واحد فيه يعني ايه يعني كولر ما قفلش صفحة كهرباء نهائيا بس من الآخر كده التفسير السليم يعني والتفسير السهل دي أرثة ودن ودي بالنسبة لكهرباء أرثة ودن موجعة جدا وممكن تطول شوية وممكن تطول شوية طيب رد فعلي بقى محمود كهرباء لما عرف القائمة النهاردة كان غاضب جدا غاضب جدا بعد ما عرف القائمة وما تم نشره من أسماء لاللعبين في هذا القائمة قائمة مباراة بلدية المحل كانت خالبيبو مدير الكرة احتوى غضب كهرباء بسرعة وتكلم معاه وقال له ما تنفعلش وما تعملش أي مشكلة وما تفتعلش أي أزمة وما تعملش أي تصرف غلط وقال له قاتل جدا في الملعب الفترة اللي جاية عشان ترجع لمكانك أو تفرد نفسك على قائمة الفريق في المباراة اللي جاية وانا مع كابت خالبيبو هو برضو فكرة الدبح ده بيبقى ده متقيل الكهرباء وانا مختلف انه الكهرباء ما يسافرش مع الاهلي في المباراة من ديابة بسبب الظرف اللي كان عنده الظرف الجيد مش الظرف يعني الطارق أو مشكلة أو لا قدر لها حديد وفاة ده ظرف لطيف فرح ومناسبة سعيدة حتى لو شخقته وحاجة انه قدرها وكل شيء بس ما فيش لعب محترف بيعمل كده انه يسيب فرقته لأسباب سعيدة بس مش هنتبح الراجل وانا نصيحتي انا كمان زي كابت الخالبيبو لكهرباء انت شطرتك الفترة اللي جاية دي لازم تبقى هادي جد ليه كلنا كده ووقيت لعبت النادي الاهلي قضرة بس كلنا احنا متابعين وشايفين من برة عارفين وشايفين ان مارس الكولر لو افهم من حد ما بيشمهاش مش هتشمي اني جيلة تاني معايا فمن الزكاء انك تتعامل بهدوء هتعمل ازمة هتعمل مشكلة هتباين انك متضايق الراجل ده ميفرقش معايا هيروح يجي محمد عبد المنعم مهاجم عادي جد لو فضيت يعني قدام فما هتحاولش يمشي يبقى مضطر يعني وكهرباء لعب مهم ويفضل لعب مهم ومؤثر فلا الاهلي يخسروا ولا هو كمان يخسر الاهلي الفترة اللي جاية طيب دي حكاية حكاية دانية بكرة في مباراة بلدية المحلة مارسي كولور بينوي بشكل كبير جدا انه يدفع بعمر كمال عبد الواحد في التشكيلة الاساسية للفريق بدلا من محمد هاني وكمان بيفكر او مش بيفكر هو مضطر يدفع برامي رابعة مدافع بجانب محمد عبد المنعم بعد اصابة طبعا ياسر ابراهيم ومضطر دي ما أصدش بيها النورامي رابعة أو ليل يعني مدافع كبير ودولي ومدافع كبير بس تقصد انه ما فيش في قائمة الاهلي خلاص مدافعين تاني غير بقى محمد من التوالي لما يرجع كمان للصورة دي حكاية حكاية اخرى مارس الكرة مارس الكرة لمدير الفني للنادي الاهلي ايضا عقد جلسة مع لعبي الفريق بعد المراني النهاردة وحزرهم جدا حزرهم جدا وكرر الكلام كذا مرة من فريق بلدية المحلة قال لهم اه ممكن تبقى النتائج متراجعة بالنسبة لبلدية المحلة لكنه فريق عنده مواهب وبيلعب كرة كويسة وممكن يتعامنا لو ما كناش مركزين بشكل كويس ده كان تحذير من مارس الكرة الليل عبي النادي الاهلي يا حكاية حكاية اخرى طيب قبل ما نروح للحكاية الاخرى كنت لسه بشيد كتير بيه المصري واداء المصري وتحسن اداء المصري يعني زي ما كنت تقول لكم من شوية في حبة كده حسيت ان المصري بماشي على سطر وبيسيب سطر بس النصق بتاع المصري دلوقتي حسيتك انه كابتن علي ماهر وجهزه الفني مع المجموعة اللي موجودة دي من اللاعبين لا خلاص طبع على بعض عشان كده انا اتصور ان الفترة اللي جاية بتقول ان المصري هيبقى واحد من اقوى فرق الدوري الان في المركز الثاني وهو تحت انبي اللي بيتفوق عليه مباراتين انبي في الترتيب وفرق ثلاث نقاط فقط يعني المصري ماشي بشكل ممتاز جدا حتى هذه اللحظة في رأيي يعني وده اللي يأكده او يقول عكسه كابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي كابتن محمد مشرف ومنور كالعاد حبيبنا كابتن محمد المصري بيتحسن كسيرنا كابتن محمد والاداء بيتحسن المنظومة كاملة بتتحسن وشايفين انه بقى فرقة مسكة نفسها كده فرقة سبتة على الارض تقدر تكسب في اي وقت زي ما حصل المهار يعني الحمد لله كريم الموضوع عايز وقت يعني طبعا طول ما الوقت وعدها التمارين مبزيد دايما بدول اللعيبة خسين تمرينة غير تمرينة بتحفظ السيستم اللي موجود وطريقة اللعب بتاعتنا صعبة جدا الناس كلها بتكون صعبة سهلة لكن تتخذش جوال دي ام هتلاقي الدنيا صعبة جدا يعني فالحمد لله الحمد لله زي ما انت قلت الاداء المتحسن احنا كل مبارياتنا راضيين عن اداءنا التوفيق وعدم التوفيق تعمل بتاعنا الحمد لله الكابتن العالم وصل للعب الهدف ده ان دايما نبقى لازم المزل المرعب عندي شغف ان انا اعمل حاجة صح احنا بمروناك كل الاسبوع وبنزبالك عارف انت كريم انت تتحضر لبرنامج بتاعك ولما تجي بتخش البرنامج عندك عندك شغف انك احسن كل حاجة مظبوط فهو ده احنا مفتنون للعيبة ان في التمرين بتاخد كل حاجة انت عايزها اللي احنا عايزينه نوسلك لي انت بقى في اداءك بعد الاحماء خلاص ده دورك انت مش دورنا احنا فالحمد لله ده وصل للتجانس والتفاهم بين اللعيبة وبين الصفاقات الجديدة ودائما محضرين كل الناس فقولي الحمد لله الحمد لله على الاداء وعلى النتائج الاخيرة في الدور الصعبة ده انا اقول لك دور الصعبة دور لما انتظم كريم تلعب قد بعض الدنيا هتبان لكن دلوقتي زي ما انت شايف لكن الحمد لله هيبقى فيه توقف تقريبا كبير جدا كابتن محمد في رمضان يعني تقريبا جولة واحدة اللي هتلاعب فيه رمضان فيها الدوري التوقف ده هيبقى مفيد بالنسبة لكم ولا مدر انا مش شايف انهم در مدر ليه بقى احنا وصلنا الفورمة كويسة عدد المباراة اللي احنا اللي احنا اللي احنا لعبينها عكسر ربط حتى توصلنا الفورمة كويسة وصلنا ان احنا دايما في لغة القرى كريم المكتب دايما بيجيب مكتب لكن ما تجد توصل للفورمة كويسة اوه بعد كده احسر التوقف التويل ده معرفش السبب وهي فلكن في الاخر اه اتحد القرى وربط الاندية مشكورة بتعمل احنا ماشيين وراها وطبعا منتخب مصر بذلك كابتن سام حسن اللي باريكله المرة التانية طبعا ما اتمنى له التعفين مع المنتخب طبعا فهنشتغل اللي حد منها يجيب احسر التوقف لاني تقريبا برضو ان فيه مقصصات كاس مصر هتتلعج فدي برضو ربما متقاش بعيدة عن الدور يعني انا المخدد هنقعد يوم تابعة مع شموحة ويوم اثناشر مع ذات وبعلي كده توقف فانا هتمنى الفترة دي كان اقاينين ان كاس مصر هتتلعج النهاردة في المباراة كابتن محمد كنت بفرج عليها انا كنت قعد على كرسي مكتبي ويومت ووقفت على الفرصة بتاعة شامي وصلح محسن انا تخضيت مكدمش عليك طيب كل كل اللي عيبة بتضيع كل اللي عيبة هو كل اللي dulce كل اللي عيبة ماكيف وطرايف بالضاء كل اللي عيبة بتضيع بس مثلا ايه محمد شامي انفراد كامل 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 وكل اكبر معنا اهي انفراد كامل وبعدين تدامت اكتر من الصلاح محسن تصرف ما كانش في توفية يعني لو نقول اللفظ ده انسب يعني. يعني الحمد لله الحمد لله طبعا طبعا. لا قولي الاول رد فعلك ايه? انا انا وقفت من على مكتبتك. او 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 رد فعلي يا كريم ان الحمد الله كنت اخر كورة. اه اخر خلاص. ممكن ممكن في المرشاط دي يا كريم يحصل ايه? تترد فيك اه تحصل كورة ثابتة. اه كورة مش ملعوبة. صح. فده اللي بيحصل دايما بدون اللعبة الجون الثاني والجون الثالث. اه. بيأتي المباراة. صحيح. ففا في الاخر بقول الحمد لله. هدو كورة يا شباب وكملوها كايت حلوة. اتفضل يا كبت. اه فبقول الحمد لله في الاخر ان الحمد لله وصلنا الهدف. ان احنا ناخد تلات نقط مهمين جدا مع فرقة محترمة جدا. وكاليف كابتن محمد عودة والجاز التاني. ام. فتمنى ربوا التوفير في المشاطة اللي جاية. ام. هنقفل يا كريم. طيب انا بس انا بس يا كابتن محمد عشان بعد ما هارفل معاك انا هتكلم على الفرصة دي لحاجات تانية بعيدة عن المصر او حتى اللعيبة النهاردة اللي ضياعوا الفرصة دي. حاس ان احنا عندنا مشكلة كابتن محمد في اللعيبة عموما في مصر انا مش عايز اوقف القصة عند الشامي. وصلاح اه محسن عشان تتير من لعبتنا. سواء حتى المحترفين اللي بيجورنا. بيضيعوا فرص شبه دي. لما تشوف الكورة الكورة اللي زي داية مسلا في دوريات اوروبية. حتى مش دوريات اوروبية كبيرة يعني مش الخمسة الكبار. على اقل مسلا هتروح في الايم. هتمشي من جنب الخط. هيبقى فيها صعوبك يعني هتضيع برضو فيه حظي بيبقى وحش. بس احنا احنا انهاء الحاجمات عندنا في مشكلة كبيرة جدا ودي حاجة بيعاني بينها كل الفرق المصرية مش بس المصري. ده من الاهل وانت نازل يعني الاهل وزمالك وكل الفرق المصرية. انا معاك كريم الاهم في اللاعبة. التفاصيل دايما الكابتن عالي بإلوم الاهتمام بالتفصيل الصغيرة. هاي دي تفصيلة صغيرة. يعني تفصيلة صغيرة لكن الشامي مجتهد. وا صلاة بلوصن طبعا. لكن هو ايه هو ده. الاهتمان بالتفصيل الصغيرة دي ممكن تخلص لك مباراة. صح صح. هو دا انا نقول له ايه هو هو اللاعب مصر ده. مقصوه ده. صح. مقصوه الاهتمام. مش انا مهتمة مدشي النهاردة. ايو. واجهي المصر اللي تقدم بهدف المباراة بتخلص برضو نفس القصة في الاهتمام بالفرصة يعني اللي هو. ما. لو الحاكم ادى تلاتين ثانية حتى لو ادى تلاتين ثانية ممكن. بتقول لي رد فعلكم ايه? اه. رد فعالينا ان الحمد لله اني ماتيش واق. صح. لان زي ما اقول لك الكرة كده. الكرة علمتنا كده. مم. مزموط. علمتنا لك انت لازم احد اخر نخضة. مم. تهتم بكل حاجة. لان ممكن فرصة زي دي. مم. اه ترد فيك لو فيه اتين في دي. اه فيه بتاع تترد فيك ممكن تيخلص. وانت وانت ايه في المطش عامل مطس كويس. انت اعبارة ثانية. صحية. وفي الاخر ممكن المطش يخلص. طيب. لكن بقول الحمد لله مجرود للعيبة والجاز الفني والدارة والكب. طيب كابتن محمد انا حاس الدوري السنة دي مش اقول سهل بس الفرقة كلها قريبة من بعض حرفية بقى. دايما كل سنة نقول ايه? الفرقة كلها قريبة. السنة دي الفرقة كلها قريبة. انتو اطموحكم كمصري او اهدافكم كمصري توصلوا لحد فين في الدوري السنة دي. بص يا كريم وانت تقريب مننا وعارف كابتن علي. احنا احنا كجاز سني عندنا اطموحة الى ابعاد من. مم. لكن في عوامل كتير قوي زي ما قلت لك من شواء انتظام جدوى للدوري. ما زي اقول لها الدوري زي ما انت بتقول. لكن في فرقة لعبة حداشر ماتشو. لعبة فرقة لعبة اربعة عشر. في لعبة 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 مباريون. صحيح. انا اقدر اقول لك الحتة اللي امسا لما كل الفرق. نلعب نلعب زي بعض. مفهول. هتجي هتلاقي الامور الصباحة. في ست سبع تامن فرق فوق. فيه تلاس اربعة لخمسة مثلا بصرع مليبوط. نتمنى بتوفيد كل الفرق. مم. وفيه اربعة خمسة فهو ده هيباني. صحيح. لكن احنا احنا كجهاز ثاني وفي ادارة وفي طراحة. بذكر مجلس بطارة النادي بكرة مصر كامل ومصر موسى المشتف عام على كورة. بيموفى كل حاجة للكابتن علي. واحنا تجهاز فني. والجمهور برسعية. الجمهور برسعية نفسه يفرح. احنا كمان نستطيع ان نفرح. احنا تجهاز فني بكرة الكابتن علي. زي ما قسعتك بكده ان طريق لعبنا واسدودنا بيحتاج وقت شوية. عشان عدد التمرين ما بيزيد والتجانس يحصل هو ده اللي بيحصل. فامرني جدا نسلين ان احنا نوصل لعبة اللي هي بره اللي بره لما تلعب تبقى هزا اللي جوا. صحيح. وده حصل للمبارة اللي فاتك. رايب عندنا صباح محسن وميد وجابر. محسناش بفرق. نصح. النهاردة برضو كذلك صباح قاعد برة وفخرتين. فنزلوا عملوا الفرق. صحيح. الحمد الله نتمنى نتمنى ندل مصر التوفيق. واحنا كجهاز فني. نزل. بنشتغل وبنجتهد. والتوفيق ده تعرض. ان شاء الله كابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدارب العام لفريق المصري البورسعيد. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة. طيب. ده وصيف الدولة حتى هذه اللحظة في جدول الترتيب النادي المصري. نروح بقى لمتصدر ترتيب الدولة الممتاز حتى هذه اللحظة. نادي امبي معايا عبر الهاتف الكابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي امبي. يا فندم مشرف ومنور. امبي يفرح بصراحة ما اجدبش عليك يعني. يا كريمة محترم وبسعيد جدا لما ببقى معك في الحقيقة. يا حبيبي ده. انا اسعد. بس انا 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 بقول امبي افرح. كل ladder اللي في مصر كلها تفرحنا. بس امبي افرح. عشان مشروعكو الحلو الواضح. اللي فيه شباب. اللي فيه لعبين موهوبين. اللي فيه لعبين صعيدين. اللي جايين منك تواناشيين من امبي. وانك تبقى موجود في صدار الجدول ترتيب الدوري. حتى لو لسه. حتى لو لسه. فيه مطشاة مؤجلة. طبعا حتى لو فيه مطشرة مؤجلة بس المكانة دي مكانة أكيد أنتم مبسوطين منها جدا 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 والله يا كريم الحمد لله رب العالمين بحمد ربنا ومشكره جدا على المكانة اللي احنا فيها في الحقيقة بس هي فعلا اللي انفرحنا قوي يا كريم ان احنا فكرتنا الحمد لله بتنجح سواء لعيبة سواء حتى مدربين يعني الحمد لله كابتنسى ديسين اسمها يسمع في الفترة اللي جاية مجرد من أبناء نادي أمبي وكالعادة زي ما قلنا ان احنا لعيبة او مدربين يا كريم انت شايف الحمد لله فرقة امبي اعتقدت فيها حوالي 18-18 لعب الناشئين للنادي ودي حاجة بصراحة جميلة احنا امبي الفرقة الوحيدة اللي مدعمتش السنة دي خالص بالعيبة يعني مش شريناش ودي وده التارجت او وده الهدف اللي احنا كنا عايزين نوصله يعني بستهرب شوية لما الناس تحاول تقالل من ده تقول الاصف فيه متشف متأجلة احنا خلينا في يعني القصة دي لو حطينا قصادها ان احنا بنلعب بفرقة شباب اعتقدت توازن الكفة ولأ احنا امبي الحمد لله عاملين موسم كويس اتمنى من ربنا ان احنا ننهي واحنا على الأقل في المربع الزهب يعني ده عشان يبقى تتويج للفكرة اللي انا شايف ان هي ممكن يبقى حل للقرى المصرية يا كريم في الوقت الحالي وهو ان انت تعتمد على ولادك هو الميزة كابتن محمد الشغل اللي انتوا عاملينه في امبي دلوقتي ده انه هو المفروض كمان يبقى معدل غيرك يعني انك ماشي بشكل كويس هتلاقي بعد كده اندية جنبك تقولك تم والله انا عمل اشتري ليه وبصرف كتير ليه ما اشتغل على قطاعات النشيين بتاعتي وطلع العيبة صغيرة ما هو امبي او شغال بشكل محترم جدا فانت كمان مش بس انت بتحاول تنجح انت كمان بتخلي اللي جنبك ممكن يفكر يقلدك والله دي اقصى امانينا دي اقصى امانينا فعلا ان احنا الناس مش اقول تحزو حزوانا عشان ما نبانش لا 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 عادي عادي بس اللي هو فعلا احنا عندنا تجربة انا شايفها رائعة جدا مساعدنا جدا طبعا طبعا قطاع النشيين اللي عندنا في انبل القطاع القوي جدا بس في نفس الوقت لازم لانديها حتى لو ما عندكش تبتدي تفكر بشكل مختلف لان لو فضلنا على كده احنا الاسعار رحف يعني صعبة جدا بالنسبة اسعار اللعيبة دلوقتي بالنسبة ارقام برضو كبيرة بس في نفس الوقت انت لو عامل احتياطي او مخزون عندك للشباب الصغير اعتقد ده يقلق من تكاليفك صغير وممكن احنا في نادي انبي احنا يعني الحمد لله بناستثمر كمان من الموضوع ده لان احنا عندنا صراحة هقول لك لفظ كده انا اول مرة هقوله كده كان عجبني اللفظ ده احنا انبي اعمل زي الجوهر جيه دلوقتي يا كريم انت بتعمل جواهر من قطاع النشيين عندك مميز ممكن ناشمش شايفاهم بعد شوية بتلاقي جوهرة هنا وجوهرة هنا فانا شاف ان الموضوع ان شاء الله السنة دي عارف 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 احنا كلما مع بعض كابتن محمد في لقاء قريب وهو ده بقى ده بين كوسينة اللي بتسمى حرفيا يعني مع كاميل احترام الجميع ده اللي اسمه استثمار رياضي اللي حقيق انت بتشتغل من تحت بتطلع حاجة يعني كلهم لعيبة عظيمة ستصد ببلاش يعني بتطلعها ببلاش بعد كده وبعد كده بتبدأ تستثمر فيها تجيب ارقام عظيمة جدا فتاخد الفنوس دي تستثمر في طاع النشيين وهكذا او ده بقى الاستثمار ايه دي شعلا الصناعة يا كريم وانا اتمنى ان كل امدية مصر تمشي بنفس الشكل صدقوني الكرة في مصر هتتغير شكلها وهنوصل لللي احنا عايزين نشوفه في الكرة المصرية مش بقول كلام اشعار والله يا كريم بس انا بقولك حاجة انا عايشها احنا من السنة اللي فاتت وانا بنعمل التجربة دي واعتقد ان هي سبت ازبتت نجاحها لغاية دلوقتي واتمنى من الله ان هي نكملها لنهاية الموسم ده عشان احنا فعلا تقيدنا اوع بل ما ايه بنحاول ننجح الفكرة يا كريم صحيح النهاردة في مباراة زد عنا وقت كتير اوي 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 في كرة واحدة في نهاية المباراة كاية لزد والفار تدخل وقت كتير اوى كابتن محمد في موضوع الفار ده وكلنا حاولها بصراحة يعني مستقيم من فكرة انه في وقت يا جماعة بيديع كتير احنا منبقاعدين قدام الشاشات انا مش عايف المطش هيخلص اي منتها يعني طب والله يا كريم انت اتكلمت في نقطة جميلة جدا يعني عايز اقولك ان في التوقيت ده كان فاضل على الوقت الضايع اللي ده الحاكم ويخلص 30 ثانية اصلا اه يعني في التوقيت ده كان فاضل على الوقت الضايع 30 ثانية الحاكم راح حسب 3 دقائق تانيين عشان احنا طب احنا ما هو اللي واقف كان 30 ثانية الحاجة المشكلة كمان ان الطبيعي الطبيعي الفار معمول لها كابتن كريم عشان ما يبقى فيه مشكلة الحاكم يروح لا الحاكم قاعد يناقش مع الفار في الملعب انما لو هو راح من بدري الوقت اللي انت بتتكلم عليه ده بقى ما احنا نوفره يعني يا جماعة مش معقولة يعني حتى لا تحسبت او ما تحسبتش بس في النهاية انت طالما الفار بين دهلك لازم تروح له انت بحتاج نقاش ليه ما والفار ندهلك ده معناه ان الفار بيقول لك قرار عكس القرار اللي انت اخدته فانت تفضل بسرعة روح يا كريم اما هيروح للشاشة اللي هو الفار يعني الكلام مع النظر خلاص هيأثر المسافات بالزبط انما احنا قاعدنا تقريبا ست دقايق عمال يتكلم مع الحاكم الحاكم بيكلم الفار بالسماعات وفين لما راح قاعد تقريبا ديه ورجع قال لك مش جون يعني لانها مش عايز اتكلم عشان انا طبعا موصلحتي انما هي فعلا مش جون بينا جدا ان هي مش جون يعني مش محتاجة كمان الوقت ده كله انا مش عايد طبعا اتكلم على التحكم بسرعة سيقول اللي انت بتتكلم فيه من ضمن الحاجات اللي هي برضو بتعطل يعني قاعدنا تقريبا كم ديه يا كريم وفي الاخر يعني هو من الاول طبعا الفار قال لك استنى صحية روح له انا اتك يعني بس ده لك المفروض بيحفظ صحيح كابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي عينبرا انا مشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب لسا مكملين مع حضراتكم منروح لنادي الزمالك نادي الزمالك عنده مباراة افريقية يوم الحد اللي جاي سواري الغيني وخلاص هي مباراة تحصل حاصل الزمالك ضمن صدارة مجموعته فيه الكونفيدرالية حتى لو خسر المباراة خيرها هوا متصدر هذه المجموعة ب13 نقط والجملة الشهيرة دايما عند المدربين وعند اللاعبين لما يبقى عندهم مباراة مهمة قبلها مباراة مش مهمة يقولك ايه لا احنا مش مركزين في المباراة المهمة ومركزين في المباراة دي يعني لو سألت لحد في الزمالك دلوقتي مسؤول فني او لاعب او او تقوله هل انت بتفكر في مباراة الاهلي في نهاية كاس مصر يقولك لا انا عندي الاول مباراة صوري الغيني واخلصها الاول وبعد كده نشوف مباراة الاهلي ولكن على الارض ده ما بيحصدش ليه ما بيحصدش كده كان مباراة خلصاها زي ما بتقولكم مضمونة بالنسبة لزمالك او السعود مضمون بالنسبة لنادي الزمالك شو زي جوميز لسه يسمى مدرب جديد مع نادي الزمالك عنده مباراة ببطولة امام النادي الاهلي نهاية كاس مصر بيجهز لها من امبارح هتقول ليه بيجهز لها من امبارح ايوة بيجهز لها من امبارح واقولك تفاصيل مهمة جدا جو زي جوميز فرج على مباراة الاهلي ومديامة الغاني في دور المجموعات وشاف كل نقاط الضعف والقوة في النادي الاهلي وتكلم فيها مع المساعدين وبدأوا يشتغلوا عليها على الاقل دلوقت نظريا وبدأ النهاردة عمليا عمليا يشتغل مع اللاعبين فيها في التدريبات بعض الجمل الفنية اللي ممكن يستغلوا بيها نقاط ضعف النادي الاهلي او يتجنبوا نقاط القوة في النادي الاهلي طيب جوميز كمان لما فرج على مباراة الاهلي ومديامة قال لمساعدينه انه معجب جدا بقدرات لاعب في النادي الاهلي مين اللاعب ده اللي معجب به جدا جو زي جوميز حسين الشحات هو شايف انه محور قوة وخطورة في النادي الاهلي ورائب تحركات واشتغل عليها واشتغل فيها اواشتغل بيها مع الجهاز المعاون هو شايفه اخطر لاعبي النادي الاهلي طبقا لما شاهده فيه مباراة مديامة طيب جو زي جوميز كمان عمل جلسة مع عمر جابر بعد مباراة ابو سليم اشتغل جدا بمستوى الفني لكن المفاجأة انه جوميز قال له انت هتثبت معايا كظاهير ايصر حتى بعد عودة فتوح ركز معايا قال له ايه قال له انا مقتنع بيك جدا كظاهير ايصر فانت هتبقى خيار اول بالنسبة لي ايه لبقى لو تراجع فيه مستوى قبل فتوح كمان جوميز شايف انه اكتر مركز مناسب لعمر جابر هو الظاهير الايصر مش خط الوسط او حتى الظاهير الايمن وشايف انه بيقدي الدور ده دفعيا وهجميا بشكل ممتاز جدا وبالمناسبة عمر جابر في رأي كان افضل لعبي الزمالك في مباراة ابو سليم الليبي المضي عمل مستوى رائع جدا طيب طبعا الزمالك شغال على فكرة انه يتدور على لعب زهير ايصر يتعقد معاه بعد نهاية الموسم طبعا عشان الموسم يعني هيستنى الزمالك مضطر يتستنى الزمالك لنهاية الموسم عشان يتعقد مع زهير ايصر كان معتمد شوية على فكرة وجود محمد عبدالشافي ولكن اصابة محمد عبدالشافي ربنا ايش فيه خليت فيه ازمة في الناحية الشمال دي عشان كده عمر جابر تواجد واجات جدا في مباراة ابو سليم طيب برضو جوزي جوميز معجب جدا بامكانيات متيبة وشايفوا لعيب مهم جدا للفريق الفترة اللي جاي هو لسه طغير في السنة 18 سنة بس جوميز مدايقوا شوية الامور البدنية قوة البدنية عند اللعب متيامة وبدأ يشتغل معاه هو الجهاز المعاون على برنامج بدني خاص عشان يبقى افضل الفترة اللي جاي هو النظام غذائي معين عشان يتحسن فيه الامور البدنية عشان يقدر يعتمل عليه الفترة اللي جاي هو شايفه العيب جيد ولكنه مش قوي بدنيا طبيعي في العمر ده طبيعي جدا مهم يحصل معاه شغل كبير جدا على مستوى الأحمال والمستوى التغذية وخلافه طيب دي حكاية حكاية أخرى بعيد بقى عن أهل وزمالك وانا الموضوع ده قلته مرة واثنين وثلاثة وقوله عشرة فيتوريا مشي من منتخب مصر له ما له وعليه ما عليه خلصنا حكاية وخلصت العقد بتاعه فيه شرط جزائي ثلاث شهور لو احنا مشيناه ندفع الثلاث شهور لو كان هو مش مزاجه يدفع هو الثلاث شهور احنا اللي مشيناه ندفع الثلاث شهور ونخلص ثلاث شهور رقم كبير وضخم ويزعلني ان احنا نطلعه أصلا بس الجو اللي هو بتاع ايه تعالوا نشوف بقى صغرة قانونية تعالوا نشوف صغرة مش عارف ايه ده جماعة كلام مش صح في رأيي وانا مش هجمل الكلام في الحتة دي مش صح وعيب الناس اجانب جم ودربين اجانب جم اشتغلوا معنا مش كل ما حد يجي عندنا نعمل مع مشكلة عابلوا كلمتين دول ليه مش كلام كله النهاردة ان فيتوريا راح اشتكى لاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا ولكن اتحاد المصري لكورة القدم بحسن مصادرنا قالنا انه مجلوش اي اختار بلجوء محامي فيتوريا الى الفيفا لحصول على الشرط الجزائي لهم كيام 580 الف دولار 3 شهور المصدر الافتحاد الكورة قال انه مش بيستبعد ان فيتوريا يلجأ للفيفا في ظل عدم الرد على اتصالات محاميه وعدم تجهيز الدفع الاولى من قيمة الشرط الجزائي وفقا للاتفاق يعني هم متوقعين في اتحاد الكورة انه الراجل يلجأ ليه الفيفا وان الاتحاد بيدور على صغراء قانونية وان الصورة كده بيقول ايه تعال باشا بقى نلف مع بعض في المحاكم عارفت الحقيقة دي لما ننسب بعض كده اتنين من جوزين يسوي بعض تعال بقى نلف مع بعض في المحاكم ليه باشا بقى نخرج بالمعروف لا تعالي تسلى شوية ليه انا فاهم لي يعني حد في اتحاد الكورة يقول لدي احنا معناش ال 580 الف ما يبقى ليه اصلا عمال شرط الجزائي طب معاكش فلوس طب ليه اصلا جبت مدرب اجنبي فاهم يعني فاكرة بقى النصاحة دي النصاحة دي كفاية عشان احنا عانينا مع اندية ومع منتخبات بيجينا مدربين اجانب ولعبين اجانب وبقى السمعة عن الكورة المصرية انه لما تيجي تشتغل مع نادي او مع اتحاد هتعيش مشاكل في الامور المالية دي مش المفروض دي يحصل والله مش المفروض يحصل عيب يعني لو سمحتم يعني مشان دي بلدنا واسم بلدنا حفظوا عليه اتحاد الكورة بالمناسبة يا بالمناسبة العملة الصعبة يعني عرض على مخاططة الاحمال البرازيلي منول في الجهاز الفني اللي منتخب مصر وقالت كابتن حسام حسن انه ياخد الراتب بتاعه اللي هو سبع تلاف دولار بالجني المصري اتحاد الكورة كده كده وافق على السبع تلاف دولار كان الكلام على انه والتحاد كان عارض خمس تلاف دولار والراجل تصمم على سبع تلاف دولار وقالوا له ماشي بس حاول تاخدهم بالمصري الكلام رايح جاي وكده كده الراجل مكمل في الجهاز الفني المنتخب مصر يعني حتى لو رفض هو مكمل عشان دي رغبة الكابتن حسام حسن والتحاد الكورة يقصر انه اي حاجة يطلبها الكابتن حسام حسن هتنفذ لصالح منتخب مصر دي حكاية انا متدقى من موضوع موضوع انه مستحقات في توري ما تخلصونا يا جماعة او اتفقوا معاه بأي شكل بالاشكال بلاش نقض نلف حوالين نفسنا كده كل شوية بلاش بجد انا بتدقى من فكرة انه شكوى للفيفة ضد الاتحاد المصري من مدرب دي دمها تسئيل واشيان دي حكاية تعالوا نشوف تقرير عن لمحة وفاء جميلة من الجماعية المصرية لرعاية كدامى اللاعبين وتكريم خاص لنجوم الزمن الجميل بحضور وزير الشباب ورياض دكتور أشرف صبحي ونطلع بعدها لفاصل ونرجع نستعبل ديوفنا الكاباتن الكبار كابتن أسامة عبد الكريم كابتن كريم زكري خليكم معنا أكيد الاهتمام بكدامى الرياضين في مجال كورت القدم وفاء والنهارده يوم الوفاء الخامس حياة احنا عتدنا نحن نحتفي بيهم ونكرمهم الحمد لله يعني وزارة الشباب والرياضة وعشان جمعية وزارة القضام وناس كتير قوي بتدعم هذا اليوم وبتدعم قضامى الرياضين بنقول لهم احنا معاكم بنقول لهم ربنا ديكو الصحة النهارده شفنا أسماء كتيرة وكبيرة كنا بنشوفها في الملاعب بنفتكيرها ويعني دايما معاهم وربنا ديهم الصحة طبعا أنا سعيد جدا بالوجود في وسط الكوابة اللي موجودة دي الكوابة الرياضية بحضور سادة الوزير طبعا أشرف صبحي الداعم الرئيسي للجامعية والتكريم اللي تم النهارده والتكريم اللي تم لكل الناس وان أنا تم اخدر ان انا اقول الكلمة بالنيابة عن كل الناس الرياضيين في الجامعية والمكرمين دي حاجة أسعادتني جدا 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 الحمد لله الجامعية دي نشأت قوية وبدأت تقوى أكتر وبإذن الله تقوى أكتر وأكتر واللي أنا شايفه من الحاجات اللي بتتعامل وجود الكابتن أحمد شوبر دلوقتي باعد الكابتن عمنا من الحاجة اللي مرحوم طبعا الكابتن عمنا مدربنا وأستاذنا وكل حاجة بنزلنا فلما نيجي نقول في وجوده أنا متأكد إن الجامعية هتنال كل الحماية وكل الشغل وكل كل حاجة اللي بإذن الله بإذن الله نقتصر للرياضيين إن ما فيش بإذن الله ما يبقاش فيه رياضي محتاجة كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير الدكتور عشرة الصبحي والقائمين على دمعية رعاية اللاعبين القدامى بنقول لهم قلب شكر على رعايتكم الجميلة لكل لعيبة مصر برعاية السيد الوزير الدكتور عشرة الصبحي برعاية كل القائمين على أعضاء الجمعية كابتن أبورجيلا كابتن شبير وكل القائمين على الجمعية إنهم إحنا متشكرين ليوم الوفاء العظيم ده اللي هو بيتجمع فيه كل لعيبة مصر النهاردة أنتو خنوات فيه لعيبة أنت أول مرة تشوفها يعني أنا أول مرة أسجل معاك وأول مرة أسجل على القناة الأولى أول مرة فدي حاجة جميلة بالنسبة لإنه أنا شفت ناس كتير النهاردة من حبايبي لعيبة لعيبة القدامة زمايلي لعيبة القدامة ولعيبة كتير جداً جداً من الجيل اللي قابلين أنا شفتهم النهاردة حاجة جميلة حاجة تفرح وبنقول لهم كل سنهم طيبين يمكن إحنا كلعيبة أهلي أو زمانك أو مداربين عندنا حظ الأوفر في الظهور في السوشيال ميديا أو في الإعلام فيه الناس تاني أحسن مننا وقدت أكتر مننا بس مش مش على الساحة النهاردة اليوم ده وأنتم كلكم مشكورين بتحاولوا تطلعوا اليوم فعلاً على قد الكلمة وأنا قلت من ساعة التسعين مفيش انكماء عشان الاحتراف وكل واحد هتم بنفسه بس لكن كون الدولة بوزير الشباب الرياضة والدكتور هنفين إن تسعى اليوم زي ده عشان الناس تفتكر أنت عما تقل مصر أنا يعني كان الأول عندي تحفظ إن أنا لما وحد بيموت بيكرمون هتكرم في إمامات هتدي لابنو وتدي لأ لكن دلوقتي حاجة جميلة ويمكن النهاردة هتشوف في لعيبة أو مداربين قدوا مصر كتير أكتر من نحن بس محدش مش عايز أقصر أو أنتوا تقصروا معا مش ظهرين على الشاشة لكن اليوم ده النهاردة اليوم الوفاء فعلاً أنا بشكر الوزير إنه هو جمعنا وخلاني أنا شخصياً أشوف ناس بقالي عشرين سنة وشوفتهاش فكل مواحل شوف حد أنت على الأقل أنت مطمئن أنت عنتك بلد بتفترك على أقل وبتشكرك على الموجود اللي أنت عملته في خلال عشر وخمشة سنة وطبعاً كل الشكر لدكتور أشرف صبح وزير الشباب الرئيوضة وكل الشكر لوزيرة التضامن لأنه فعلاً التكريم النهاردة التكريم الخامس وطاعة قهدتهم وجمعية رعاية العيبة القادمة الحمد لله بتحول بقدر الإمكان أن يتسعد نجوم القرى القدامة واحنا بالسعادة جداً إنه نحن نشوف نجوم بقالنا فترة كبيرة ما شوفناهاش وأتمنى إن إحنا للمستقبل يبقى فيه أحسن بكتير أو أوقع من كده لا والله طبعاً الواحد سعيد جداً لأن الوفاء ده حاجة خيمة كبيرة قوي والناس اللي إحنا بأرض الجامعية بتكرمها بصراحة ناس تستحق كلهم رياضيين وكلهم أدوا دورهم وفيهم ناس ظروفة وحشة فالتكريم بيبقى دايماً للناس كلها سواء أدبي أو معناوي أو مادي والجامعية الحقيقة يعني يمكن لازم اللي واحد يشكر فيها الناس اللي قامت عليها في البداية على رأسهم الله رحمه ونحسن فيه الكابتن عبدنا من الحج والكابتن محمود أبرجيلا ربنا جيله الصحة والعافية وإحنا بقى امتداد ليهم مع الواقسة الشغير طبعاً دلوقتي ورئيس الجامعية والكابتن فتح مبروط موجود والكابتن غضايا السين ففيه جود كبيرة بتتعمل فيه زيادة سنة عن التانية الأعداد بتزيد اللي هي بتتكرم والأسر بتزيد والدعم كمان بيزيد سواء من وزارة ضامن أو وزارة سباب الرياضة دكتور أشرف وفي نفس الوقت رجال أعمال اتحاد الكورة كل دول بصراحة هم اللي قوموا الشجمعية ويعني أتمنى أن هي تستمر والنهج كويس قوي المفروض أن كل المجالات يبقى موجود فإن شاء الله يعني بالسنة الأحسن التانية للتانية أحسن يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ومنورني في هذه الفقرة لعزاء كابتن أسامة عبد الكريم كابتن كريم ذكري كابتن أسامة منور الدنيا منور هكيم ومعي أتنين كريم وكريم ذكري طبعا مبسوط إن أنا معي والله من الشخصيات الجميلة اللي أنا محبب عن المساوى الشخصي ولسه عمال بقوله أنا أحظي حلو مع البورس عيدية على طول كل مجال في اللقاء ألاقي حد بورس عيد معي فالأطول بصراحة كابتن كريم منور الدنيا بنورك هكيم وأخبارك إيه أخبارك إيه حمد تجيب بورس عيدية من وراي أمين كان بورس عيد هنا كان مين هنا من بورس عيد أخبار عمر الدسوق كابتن عمر الدسوق أه محترف أه محترف بورس عيدية كلهم نازلهم مال ونازلهم فل كلهم حلوين طبعا نبرك يوم النهاردة علماتش طبعا ومبروك على المركز التاني وهنتكلم طبعا بس أعايز أتكلم الأول أنا باتحك خلي بالك إيه عمال باتحك أنا هتيجي في اللقطة دي أنا مش عارفة أمسك نفسي ما أنا هجيل لك في اللقطة باشي طبعتنا اللقطة كمان طبعا صدام الكابتن مش عايز يمسك نفسي لقطة محمد الشامي وصلاح معصن في مبارات المصري في آخر ديها الفرصة الأغرب يعني تاني فوق أكتر فرصة غريبة شفتها في الدولة المصري بعد الفرصة طبعا أحمد ياسي ريان لسه أولاك عايزين نقرن من مبينة الاتنين طبعا إزاي يا جماعة إزاي بالمناسبة عبار ما الفرصة تيجي هز كنت بها سأل الكابتن محمد عبد الكريم نفس السؤال هو إزاي عندنا اللاعب في مصر ممكن فرصة زي كده تضيع بهذه السهولة بهذه السهولة في فرص زي دي في فرص زي دي بتضيع في الدولة الإنجليزية بس يعني بيبقى فيها مجهود والكرة تيجي في القاية متعددة من جنب الخط يعني الموضوع صعابة قوي ونادير من المضيع بص كل حاجة يعني المرسون من نص الملعب بتاع محمد الشامي والواحد يقدر يعني عامر طلع بسرعاته ويقدر ياخد عامر على شمال عامر يبقى هو بطري جليب اليمين جون أمور عيدهنة بعد إذنك وخيرناك جميل عيدهنة بتاع ألف مرة كده أو يلعب لصلاح محصن وهو جاي لو حاس أن عامر قفل عليه يعني بص بداية الكرة دي منين من دار بروكنية صح والنهاردة قبل ما نتكلم في الفرصة وقف قبل ما نتكلم في الفرصة اللي ضاعت اتكلم هنا على الحالة الدفاعية اللي فيها نادي المولي أنا ماينفعش آه هتقول لي آخر دي ايه فيه التزام حتى لو المطش خلص فيه التزام خطط وتكتيك للمدرب ماينفعش اللعيب يتجاوزوا آه الدنيا خلصت ودنيا وآخر دقيقة في المباراة إنما كانت ممكن النهاردة تكلفك النتيجة أعلى كانت النهاردة ممكن تبقى الجنة التانية وإنما يا كابتالكريم علاق لي عرفوا فرصة عايزين نشوف الشام بس هيطعب كرة منين هو خد عامل من من قبل نص الملعب عمل مجهود كبير جدا والشام من الناس اللي بدأت يعني ما كانش تغييره ونزل مشكلة كبيرة جدا في مصر يا كريم مشكلة كبيرة جدا الفنش عندنا في مصر بننهيب طرقها سيئة جدا خلي بالك وفي كرة سهل من دي في السيكس يارضة بتكون جاي للرأس الحرب أو أي أن كان مكانه إيه بيحطش بطن رجله فيه أيها تفسيرك ده إيه تفسيري إن دايما عندنا تسرع مش سرعة عندنا تسرع في اللعب عجون يمكن أنا وكابتالي عسابة بنتكلم مهم جدا المدربين عندنا تحفظ العيبة تحفظ العيبة أنا عمش معك واحد واحدة بس أنا فهم في الكرة اللي فاتت دي التسرع ده إن أنت خسران أو متعادل ومتوتر ورأة دلوقتي أنت كذبان واحدة سفر صح ورح تزود والدنيا ولحكا ما يصفر بعد الكرة دي أنت رايح عايز ترقص الجول يعني ممكن ترقصه وترجعه وترجعه ترقصه تاني يعني براحتك بقى أنت خلاص دي آخر كرة صحيح التسرع في إنهاء الهجمة أو التسرع في الفنش في فرق النهاردة إن أنا كذبان واحد أو اثنين أو تلاتة أو تظهر كامل نتيجة وفي فرق إننا النهاردة لازم يكون عندنا ثقافة إن أنا لعب الجون إن إحنا لازم نبقى صيع بلغة الكرة كابتال قسامة وأنت عارف الكلام أنا لعب الجون حتى ببصة ببصة عيني لو نعيد الكرة تاني بقى خليك معنا عايز أقول اللي بباجة دي في الأول ليه عشان نشوف الشامي لعب عامر عامر ولا ملعبوش الشامي كان البوزيشن بتاعه هو بيشوت كان وشه في الأرض خليك الكرة دي الوضع التشريحي بتاعها لازم يدرس يعني لازم يدرس لكل اللعيبة اللي بتروح على المرمة دايماً في الدور الإنجليزي بتلاقي برفع وشه ويروح حطت وشه كرة وحطت وشه رجل فاية دايما سليق هنستثني إن محمد الشامي بدء هنستثني إن محمد الشامي عامل مجهود فيها جبار ومجهود بدء نهيل كل دا ما يعفوش إن هو لازم يحطها صح عشان لكن هو عامل كل دا 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 الأوبشنز التاني بصه هو بيشوت دا نرجع تاني نرجع تاني دفوش عامر دا مش هصدي دا فوش عامر بالزبط نرجع تاني أنا عايز اللقطة هو بيحط وش رجل فاية نقافه هو بيحطها وهو بيشوتها على عامر عامر بالزبط كامل طبعا مجهود هايل وماشي كويس جدا مع نادل مصر محمد الشام ما يقليش منه فالس أنا هو مجهود كويس جدا أول ما يحطر بس بصه بيشو فين في الأرض هو بيشو في الأرض هو مفروض يبص العامر ويديله أحاق إن أنا هديك في زاوية أو من اللي أو هدي لصلاح بحصة أو على الأقل بالزبط إن أنا هبص لصلاح فإن أنا ههوش ورح حطاتها طب أنا أقول لي حاجة مهمة جدا أنا الشامي ماشي أنا معاك عامل مجهود كبير في المباراة واخد قرة من نص ملعابه وضرب سبرينت جامد وعنده وما رفعش وشه وأخطأ وماشي صلاح محسن بقى في الكرة التانية ده لسه نروح لها لا 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 ده لازم تقول لي إيه الموضوع إيه لا معنش 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 أنا رواية الشامي بس بقى ثبت اللقطة دي شفت كلامي هو ده التصرع اللي أنا بتكلم عنه الشامي هنا مثلا مش مقدر يعني الأم من عامل عامل ياخد أي أكشن لما كلها كان ماشي بقى كلها لما ترسل السلاح محسن الجوم بقى فاضي خلاص هنه بقى خلاص ده فاضي بقى ده شكرا يعني اللي هو إيه انت تعمل تمانين ألف حاجة بس ما تعملش بها تعمل حاجة واحدة بس تحطها في الجول يعني ايه ده بقى فاضي رسول كابتن سامن ونقطة مهمة جدا بعيدا أن صلاح محسن بيلعب في نادي كبير اسمه نادي المصر ونادي جماهير طبعا صلاح محسن تربية منتخبات طبعا لعب معايا منتخب ناشئين خلي بالك كان الفرود منتخب ناشئين معايا ولعب معايا منتخب أولمبي ولعب للنادي الأهلي يعني كلها كلها منظومة اللي هي بتاعت ايه ممكن فرصة واحدة في مباراة تحتاج أن انت كمنتخب أو كنادي كبير أو كمنافس على بطولة أن انت تجيب هدف لابل لو النتيجة دي صفر صفر حاني نتخيل السيناريو التاني النتيجة دي صفر صفر والمصري كان عايز خلاص بيقفل الجيم والمقاولين محتاج لظروفه الصعبة في عدد النقاط أنه هو يعمل نفس اللي عمله ده عشان عايز يخطف المباراة في آخر دقيقة ودي بقى يتأخذ فرصة الموضوع كان هيبقى شكله ايه النهاردة بالنسبة لجمهور مرساية طبعا وعند كابتن العلي ماهر والجال والفني طبعا بس خلينا كابتن قسابا نكون منطقيين ايه ان النادل مصري كاسبان واحد ودي اخر كرة للمطش طب اللعبة دي فين المجد الشخصي أنا عمري منساش حسام حسان ابدا في منتخب مصري 2006 لما الكرة جات له رح قلاشها مفروض يحطها الجول رح جاي متعب رح حطتها حسام حسان محتفلش بالجول حسام حسان مسك راسه اللي هو انت ازاي كرة دي تدعميني صح والمنتخب كان كاسبان ثلاثة اربعة صح طب ليه صلاح محسن ما بقاش النهاردة جاي بهدف او اتنين مع المصري ما بقاش تلاتة الشام برضو غير اهداف ليه ما تزودش الكل دي بتاعي قال لنفسك انت درجات لكرة جزيين بقولنا بالزبط فين المجد الشخصي بتاعك فين انت عايز تعلي ثمنك في الدوري بتعليه بايه بالفرص اللي ازاي دي هو اهداف 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 فلان جاب وتنافس على برس فهو حتى كابتن قسامة خلينا نتعامل بلغة المنطق ان فعلا كل السنوريات دي حم نتكلم عنها طب فين هنا الشراسة الهجومية او البخل بتاعي ان الكرة دي ما اتضعش انا بعد بتخيل بقى ان كابتن حسام حسن المدير فني المنتخم مصر اه او الشامي ده لعيب كويس جدا جدا بصراح وصراح لو وفين كان من المفترض بصراح لعب مغهوب وان كان اثر في حق نفسه بس انا اللقاتك يا حسام حسن لما هشوف الكرة زي كمان انا بقى ده حسام حسن ده اسطورة المهاجمين في تاريخ كره اه لما هشوف الشامي ده يا كرة زي كده هفكر الف مرة يبقى عندي مباراة منتخب مصر في مباراة مهمة والشامي عنده ده الكابتن حسام حسن يحصل له حاجة مجازا يعني كل كل يعني بغد النظر كمان انا بتفرج علاماتش ازاي ده انا ممكن الكرة ده كابتن قسامة توديش منتخب ما بتزبط كده؟ زي ما انت بتقول كده لا انا مش هفكر فيك في المنتخب اصلا انا مش هاخدك معي مش هبصل انا كمدير فني كحسام حسن يعني من ناحية الشامي قوي انا اللي زحني في الكرة ده اكتر هو صلاح محسن واما انا هبص كمدير فني مش هبص اه دي فرصة ضاعت ولعيب الشامي عامل مجود كبير جدا ولعب سادي اقادة بشكل كويس جدا وضرب سبرينت من نص ملعابه من عطانتشر بتاعه تقريبا وضرب الاسبرينت وخد الكورة وقطع وضغط على المدافع ووصل للحتة دي ممكن يكون خان التوفيق فيها ما اقدرش هلومه فيها اوي يعني انا اللي باب بصله نظرت ان انا هجيبه المنتخب لو ما اجيبهوش ما اقدرش انا هلومه فيها اوي انما انا هلوم صلاح محسن اوي ده انت واخد راحتك واقف بتشوف الكورة بتتفرج عليها براحتك الجون قدامك الرؤية واضحة عامل بقى برا الجون تماما ما معكش حد فاتسهل ان انت تحرز هدف لا هنا لكابتن حسن حسن مع صلاح محسن لازم هيقف واقفه انا لو من كابتن علي ماهر بقى امانة شديدة اما عاقب اعاقب صلاح محسن ما عاقبش الشامي لان الشامي اه اه ازا ما بيقول كريم كده دي فرصة كانت ممكن تبقى هدف ومجد شخصي هل في مدربين يضيعوا يعملوا اقوبات او يغراموا لعيبة على فرص ضيعه والله في مصر ما بتحصلش اه اما بحس انا كمدرب ان فيه رؤونة في المشهد اللي انا شفته ده لا انا لازم احط عاقب عليه العاقب ممكن ما يبقاش مدي ممكن عاقب تربوي ان انا تعال اه جنبي بقى شوية تعال بقى فيه حد غيرك افضل منك ياخد الفرصة عشان هو اللي هيجيب لي الجون لا انت حس ان انت اعلى من التيم لا التيم هو المنظومة الكاملة طب اي رأيك في حراس المرمى في الجولة دي؟ لا بصراحة فيه حاجة كده انا مش فهمها يعني هو الشناوة مخرج من المشهد كده فيه احداث جديدة للحراس ولا ايه لسه كنت بتكلم مع كريم ذكري في الموضوع ده؟ الشناوي مصاب فكل قالك كلنا الشناوي لا فيه حالة انا مش فهمها بصراحة اذا اختب الشناوي فكلنا الشناوي اه يعني فيه حالة انا الاسبوع ده قاعد مستمتع الاسبوع ده فيه حراس عمل تأداء كويس جدا وفيه حراس مش افضل حاجة يعني كانت المفترض هي ماشية كويس مش عارف الاسبوع ده ايه اللي حصل لها يعني طبعا ابو جبل عمل ماشي كويس جدا للبنك الاهلي قدام نتحاد سكندري عايز يقول انا موجود وانا عندي انا راجل لعبت كنت رقم اثنين في المنتخب بعد الشناوي بعد اصابة الشناوي انا عايز ارجع وابقى انا رقم واحد في المنتخب اكمل بس؟ هتكمل والله بس ما عايز في حاجة كده بابقى ابو اتطرس ألفيها في النص محمد ابو جبل كنت متصور انه بعد قصة بتاعت النادي الاهلي دي هيتراجع جدا وياخد صدمة عمره ونفسين هيتأثر ويتراجع انت ضربت محمد ابو جبل ايه الشخصية دي يعني ايه الشخصية دي اللي تخليه واقف على رجله كده رغم الضغوطات الكبيرة اولا هو شل شلت منتخب مصر في كده الامم بعدها رايح الاهلي وبعد كده مفيش اهلي فكلها ضغوط صعبة جدا تقوم حد بسرعة تسمع مثلية جبل ما يهزك ريح وهو اسم ابو جبل هو شخصية متزنة جدا محمد ابو جبل من شخصياته متزنة وبيعرف يفصل كتير عن الاحداث اللي بتدور حواليه يمكن هو تأثر في الاسبوعين الاوليين بشكل كبير جدا بعد عودتهم لمنتخب وكان في حالة تأثير شديدة لأداءه انما في ماتش الاتحاد ابتدى يعيد مستوى وفرمته المعتادة بعد كل الهالة اللي حصلت عليه النسبة في اخفاق المنتخب وتراجع النادي الاهلي عن التعاقد معاه كل الاحداث زين اما في الاخر هو اتظلم في كل حاجة يعني ظلم في كل حاجة هو عامل ابو جبل المنتخب ضر المنتخب في ايه؟ يعني اه ان انت من فاش تريمي المنظر كان دراماتيكي شوية ان انت تريمي في زاوية واحدة وخدنا اف اتنين تلاتة عشرة المصريين كلهم شفنا الافهات اللي ممكن تضحك اللي ممكن تضايق اللي ممكن تزعل لكن في الاول الاخر ما اخطأش خطأ كاريسي خرج المنتخب احنا ما خرجناش خسرين واحد او اتنين ده هي ضرباتي الجزاء طب عدم انضمام الاهلي هو برضو مش ملام في حاجة انا شايفه شل الله مش ليلة طب عديك مفاجأة مهمة جدا على سنة ابو جبل اه في المكالمة يعني احنا بنا بنتكلم وكان بيتكلم معايا ان ابو جبل ما كانش يعرفه دي من المفاجآت اللي انا مكنتش يعرفها انه هيلعب المباراة اللي قبل المباراة بساعات قليلة جدت يوم المباراة المباراة لاخر وقت مباراة الكنغو ابو جبل راجل بعد اصابة الشناوي الطبيعي في خمس ايام يتم تهيئة الحارس نفسيا ومعنويا وتكتكيا الحارس بزايا عشان اهيأه للمباراة بشكل كبير جدا ابو جبل اقصم لبالله انه ما كان يعرف انه هيلعب مباراة الكنغو الا قبلها بساعات زيه زي الناس فحتى انا سألته قلت له طب يعني الناس ما تكلمتش معاك بعد اصابة الشناوي حتى مدرب الحارس ما تكلمش معا اولا محلو هتلعب قال لي يا كابتن انا محدش قال لي حاجة خالص انا فجئت زي زي الناس في يوم المباراة ان انا قبلها بساعات قليلة جدا ما كانش فيه تحديد مين اللي هيلعب يعني ما تحددش انه كان ابو جبل ولا الشناوي احمد ولا صبح اللي هيلعب ابو جبل عارف في يوم المباراة قبلها بساعات فدي برضو انا بقيت مستغرب متاخد من الجهاز الفني لحد معين وبعدين في الساعات الاخيرة تم تغيير انا انا مش عارف تفريب بالنسبة لحارس المورمو لا تفريب كتير هتفريب كتير قوي الموضوع ده لان انت زي ما كريم تكلم ازاي تعد الحارس نفسيا ازاي تعده فنيا ازاي تعده ذهنيا ازاي تأهلوا المباراة بتفاصيلها بكل حتة صغيرة لان انا منتخب انا مش نادي انا في النادي ما بعلنش الحارس اللي بيلعب عشان دايما تبقى في حالة تنفسية بين الحراس لان انا مرتبط بثلاث حراس موجودين معي اكثرهم اربع حراس هم اللي بشتغل بهم فان عايز اخلي الليفل بتاع مستوى الحراس نفسه كله تقريبا متقارب واحد فدايما بشعل الموضوع ما بينهم انما في المنتخب انا جاي بكل واحد ومصنفه وهو جاي معي المنتخب وعرف تصنيفه ده رقم واحد وده رقم اتنين وده رقم ثلاثة وده رقم اربعة مفوش رزار رقم واحد خلاص حصل له دروب في اصابة اللي هو الشنوي كان لك رقم اتنين خلاص انا عارف ان جبل هو رقم اتنين لا انت معروف انت رقم اتنين ده موضوع منتهل في المنتخبات فان انا افضل لحد الساعات الاخيرة ان انا اتكلم في موضوع ان انا هلعب قبلها بساعات يعني اعتبر في يوم المباراة لا طبعا ده كان من موضوع اللي اثر على جبل فيه نقطة مهمة جدا اه حراسة عملوا جولة حلوة في الدورة الجولة دي بس دايما عندها حراسة المرمى مش بيمشي على سطر ويسيبوا سطر هم بيمشي على سطر ويسيبوا عشرة ايه بقى هي الاستمرارية عموما لا في كل اللعيبة طبعا هي على فكرة بتظهر اوه في حراسة المرمى ليه لان كرة تطلعك السماء ونص كرة تنزلك الاخر فالكن اللعيب ممكن يدارى ممكن راس الحربة هو ممكن صلاح محصل النهاردة احنا عادنا ثلاثة اربعة دقائق نتكلم على صلاح والشامي الماتش جاي يجيبوا جنين احنا انسانا لكن غلطة حراسة المرمى ما تتكررش ابدا فانت دايما شايف الترمومتر بتاع حراسة المرمى طلع نازل لكن هو لعيبة مصر كلها للأسف وخصوصا الفترات الاخيرة دي ما بقاش فيه لعيب عنده الاستمرارية هو ممكن الوحيد اللي تقول عنده استمرارية في مصر كلها هو وزيزه عشان كابنوا على احسن لعيب في مصر دايما محافظ على نفسه حتى في تصرحاته قليلي الكلام بيعرف يتكلم فدايما تحس ان هو مثقف من كل حاجة رياضيا اعلاميا بيعرف يتكلم كويس جدا لكن اغلب اللعبة الدور المصري النهاردة لما بلعب مطش والتاني والتالت كويس فيبدأ الاعلام يتكلم عنه فتبدأ الدماغ تتقل يبدأ ميركس يبدأ الصهر تبدأ الخروجات تبدأ انا عايز عقد عشرة مليون وهو عقده اصلا كم مليون او اتنين مليون ولسه متجدده فبتكلم في عقود تانية وكل ده ببنان عن ايه عن تلات اربع مطشات فالاستمرارية اهم اهم بكتير من ان انت تلعب مطش كويس وده برضو راجع للنقطة اللي الكابتل نفسه ما اتكلم فيها لعيب الكرة دايما مش حرس المرمى بس لعيب الكرة دايما المصري لازم يحس ان هو تحت ضغوط كبير جدا من ضمن الضغوط دي ان انت لازم تجيب لعيب قاعد احتياطي الكواليتي بتاعه عالي ليه؟ هيدرب في ظهره دايما هو هيدبدأ وراف التدريب فهو عارف مجرد مشال من التشكيل ومش موجود في الحداشر اللي مكانه هينزل يزبط وجوده فهتلاقي بياكل النجيلة اكل زي زمان اما كنا بنشوف اللي برا زي اللي جوه الكواليتي مش فارق قوي لكن النهاردة كل او اغلب المداربين بتركز على تلاتاشر اربعتاشر واحد بس يا كابتل قسمة في الملعب والبقائين دول لما نبقى نحتاجه فبالتالي اللي في الملعب حجاز مكانه فبالتالي الدماغ بتتقل فبالتالي بتلاقي مفيش سبات في المستوى فبالتالي بتلاقي اللي عيب تلع موسم لو اعمل موسم كويس جدا موسم بعده ما تشوفوش خالص فهي دي المشكلة الاستمرارية اللي عندك عشان توجد الاستمرارية دخل المنافسة جوه اللعبة لما الحراس بقى تكملة بقى الكلام عشان ما كملتش انت قبعتني قبتلها هتكمل بس كانت كستة بجابة ديموها بالحراس اه طبعا ده بعشاءهم بصراحة بيمتعوني والله انا بعد اتفرج عليهم كده باستمتع بينهم كل الحراس اللي بتقدي بشكل كبير بعد استمتع بأداءهم كل واحد بقى بيفكر دلوقتي مصطفى شبير بيفكر في النادي الاهلي انا خدت خلاص المكان انا حرس مرمى النادي الاهلي وبقدي مطشين كبار في افراقيا عملت مطشين بامانة جديدة مصطفى شبير هو نجم من اللقاء في المطشين للنادي الاهلي الاربع بنت اللي خدوا من النادي الاهلي في بطولة افراقيا رقم واحد فيه كان مصطفى شبير لا احد حقه لازم ندهوله الناحية التانية فيه صراع انا بتفرج عليه شايفه محمد صبحي راجع من المنتخب ولعب مباراة الدوري وعواد لعب مباراة الكنفدرالية مع ابو سليم فكل واحد فيهم لا انا اللي هيلعب زمالك انا النادي الزمالك هيلعب جون الزمالك هيروح منتخب فيه حراس المهدي سليمان عجبني جدا بامانة شديدة وده من افضل الحراس اللي الناس مش واخدة بالها منه شغالة في الدوري وتقريبا اقصرهم سباتا في المستوى بيقد بشكل كبير اذا كان النهاردة الاتحاد السكندري بيتفوق وعنده عدد كبير من الابنات هتقعد تتفرج وتشوف ملخص كل مباراة هتلاقي المهدي سليمان ليه فوق ال 50-60% من عدد النقاط اللي جابها الاتحاد السكندري مع كابتن طريق العشري ده من حراس الكويسين جدا فيه صبح سليمان في الجونة حارس مرمى الاتحاد السكندري المعار للجونة بيقد بشكل كويس جدا ففيه هنا محمود جاد ايوه وخلي بالك صبح سليمان ده من ولدنا في منتخب الناشئين ومنتخب قلومي صحيح اه يعني ده برضو انتاج منتخب القلومي اللي كان مزكو كانت نشوق غريب محمود جاد من الحراس اللي جايدين جدا وليه الدور كبير زي ما قال كريم مع النادر مصري بيقد بشكل كويس جدا الفترة الاخيرة بصراح يعني انا شايف فيه حالة من التنافسية الكبيرة جدا كلما هيقترب معاد تجمع المنتخب لا هيبقى فيه شغل الحراس كبير جدا لان كابتن حسام حسن واضح انه ابتدى ليفتح الخطوط مع الحراس عشان يقولهم ايه سؤالك تعالي سألولك في نص الكلام بس مردتش اقطعتين عشان مردك انت هتزعل مني اكيد يعني مصطفى شبير لو فضل على نفس المستوى والاداء ده شناوي ربنا يا ربي ايش فيه يفضل حارس مصر الاول وكل شيء انت بتكلم في المباراتين على التوالي هو افضل لاعب زي ما انت بتقول لأ منافسة كبيرة جدا هيبقى كده لأ الشناوي هيرجع اقوى من الاول من الل July وعدد ساعات اللعب في الدوري العام لأ طبعا الشناوي انما انا بقولك الشناوي هيرجع اقوى احش فيه واحد هيبقى وره ببدا بالزبط ايه إن في حد خلاص بقى إيه لأ هنا بقى خطر المركز إزاي أنا كنت الأول كله بيعد يتفرج يعني كله بيعد يتعلم لأ اللي كان بيتعلم النهاردة يبتدى يبقى معلم أيوة بص أنا وإنت كده اللي كان بيتعلم بقى معلم فاللي بيتعلم وبقى معلم ده لأ هابتدى خاف منه هابتدى عمله حزبة إن أنا النهاردة لأ أنا هدوس على نفسي إذا كنت بقى بالظبط كده إذا كنت أنا الأول كنت لو عندي شوية غلط عندي شوية رعون عندي شوية دلع عندي شوية بلعب وأنا مصاب وبأتحمل على نفسي كل ده هتغضاء إن أنا محط رجلي في الملعب أبقى سليم 100% أبقى مركز 100% أبقى فائق 100% أبقى أنا السبب الأساسي في مكسب النادي الأهل والمنتخب 100% لأن فيه واحد خلاص أوتوماتيك بقى أقدم شهادة اعتماده بالنسبة لجمهور النادي الأهل مش قادر يسيب حتة الحراس دي عشان فيه سؤال برضو مهم جداً بس أسألو لك أنت أنا قفت حالس مر بقى قبل كده في عادي والله آه في المغارة فيتروجيتو وإمبي كنت جاءت ما تفوزي آه لا ما دخلش فيه جوان آه كنت أعتقد الكابتن هاني غامزي هو اللي كان مسك إمبي وأحمد محمدي كان لسه بيلعب وعبدالله رجل كان أسماء تيلي جداً في إمبي خلهم يشوتوا من نص الملعب قاديه بقى لعبتك كم دي عادي حاوليه 25-20 دي ياه ده مدة طويلة جداً وفي السويس حنا عندنا في فيتروجيتو لا قولي إحساسك أول ما لبست المداكل أنا وقف على الثمانتاشر وأحمد فوزي حرس المرمى ده طبعاً خد طرد والتغيرات خلصت وكانت المختار هو المدرن فأنا بتكلم مع زميلي طب هنعمل إيه ومطرودين واحد وكارسة وفاول على الثمانتاشر يعني أول كرة فاول على الثمانتاشر بسم الله الرحمن الرحيم هو ساب الجون وطلع عمل فاول على الثمانتاشر فأخذ الإنزار التالي فأضطرت فاللي أنا مش عارف فلاقيت حد بنت علامة برد فاستغربت اللقطة دي موجودة على اليوتيوب وعملة مشاهدات فروحت رايح لقيتهم أنا توقف جون فبيلبسوني الجوانت والتشيرت كان بتاعي براهيم عبد جواد فبتحك بقى وكابت المختار يعني ما فاش تحك قدامه بقى تحكت عامل إيه؟ ما عامل إيه؟ هي الخط عارف إنت الزهول فأنت بتتحك إنت مش عارف تتحك إليه؟ فاتحكت لكن توفيق ربنا طبعا فلاقى حرس مرما أديمي يعني ما تقلق لأ ويفتي في الجول وكرة بتشطح وعادة دائق كويسة يعني قد أخذ العرضية وأنزل بيها تراي آآ تراميت ده في واحدة بترمي كده فأخفت حسن تيجي من تحت رح تراح برجلي بقى كمدافقة آآ فإن أنا بتعامل برجلي مش عارف اللي ضامينا قوي بإيدي مش أفهمها آآ مش أفهمها آآ فأنا حرس مرما أديمي مثلا قلت أسألولك يخص جوزي جوميز مدرب الزمالك في المباراة الإسماعيلي أشرك محمد صبحي مباراة أبو سليم أشرك محمد عواد هو عايز يشوف الاتنين ولا ما عجبوه الصبحي ولا كان بيدي صبحي استثناءا عشان ليس راجع بالمنتخب في مباراة الإسماعيلي هو هيكمل بعواد قريت المشهد دي المشهد ده إزاي وأسمع عجبتك برده عشان حسنين أنت أعيز تجاوب أنا شايف أنه هو بيقارن هو دلوقتي وقت مقارنات لكن اللي عجبني في جوميز أنه هو بسمع هو بسمع كويس أول أحمد مجد لأن الوحيد اللي كان معامل الجهاز أيوة بس في قصة حراس المقارمة تحديدا هي بتبقى برضو حسب مدرب الحراس المقارمة لغاية دلوقتي إحنا مدرش نتكهني هاتمش مباراة مباراة ولا لا لكن الطبيعي اللي إحنا كنا نشوفه عشان كده أنت كريم سألت السؤال ده الطبيعي إن إحنا نشوف عواد هو اللي واقف لأن عواد الطبيعي هو اللي كان أساسي في الزمالك ومحمد صبحي بعيد بقى له فترك بيلا جدا لكن إن صبحي يكون في المنتخب ده رجع المنافسة تاني ما بينهم ما بين عواد فأعتقد إن المنافسة ما بينهم إكوال الاتنين تساوي هو الغاية دلوقتي بيشوف محمد صبحي وبيشوف عواد لكن أنا شايف إن ده أنسب قرار ياخده دلوقتي مع إن عواد أقول كي ماشي كويس لكن دايما المنافسة في حلصة المرمى بالذاتة كابتن أسامة لا يعني زيما كابتن أسامة كده قال لك الشناوي وشوبير مصطفى شوبير لا أنت النهاردة تقول محمد صبحي وعواد هو ده اللي هنشوفه في الفترة الجاية على حسب النتائج على حسب مستوه هم اللي اتنين والأحق والأقدر بيه هو اللي ياخد فأنا شايف إنه هو بيقرن مابلة تلغى دلوقتي ممتاز سحرست المرمى بس ممتاز رأيك لا أنا الموضوع مختلف بالنسباتي يعني أنا شايف طبعا إن محمد صبحي جون منتخب عواد جون منتخب سابق إنما النسخة الأخيرة لمنطورة أفريقيا محمد صبحي هو الحارس اللي موجود وراجع من المنتخب مصر كان فيه مشكلة مع أدارة نادة زي مالك وتحلت زي ما تحلت مع أحمد فتوح الأمور مشى كويسة بالنسبة له فيه إحساس أو اللي أنا سمعته من المواقع برضه مش معلومة يعني إنما اللي أنا سمعته وكان منتشر في الفترة السابقة إن عواد واخد وعد بحكم قربه من كابتن سعفان والنادي الإسماعيلي واتمرن معاه فيعرفه كويس وإن لو لعب يبقى هو الحارس الموجود منضمن المنتخب بحكم إنه نادة زي مالك بحكم إنه هو كابتن سعفان يعرفه بشكل كويس فده كان وارد إنه هو يتكلم إنه أنا عايز أخد فرصة أخد شكل إنما في الآخر شخصية جميزة هتبقى شكلها إيه؟ هو فكره فقاله اتجاه عايز جون كبير عنده خبرات ولا عايز جون صغير اتربى في المنتخبات وأفضل حارس في أفريقيا وتالي بقول أفريقيا معاه مارش الأهلي والزمالك في نهاية كاس شايف من حارس الزمالك؟ أنا هشوف صبح فيه صبح فيه؟ أه طبعا عواد طبعا هنروح للفاصل ونكمل مع كابتن وسامة عبد الكريم وكابتن كريم زكري خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني منورني لسا مكملين معايا كابتن الكبار كابتن وسامة عبد الكريم كابتن كريم زكري كلام في الفاصل كان حلوة بس كلام مش كله يعني ينفع يتقال بس هقولكو حتة منه هقولكو حتة منه كان الكابتن وسامة وكابتن كريم بيكلمه على فكرة تلعيب الكورة لما بيعتزل الكورة ويبدأ ياخد قرار انه يسلك طريق اللي عايزي بقى إداري اللي عايزي بقى إعلامي اللي عايزي بقى محلل اللي عايزي بقى مدرب هل هو بقى بيبقى مؤهل لأي من هذه الأعمال ولا مش مؤهل يعني لو انت عايز تبقى مدرب دي شغلات يبقى التانية خالص غير الشغيرة بتاع تلاقي بالكورة اللي انت كنت فيها تاريخ وعظيم وكل شيء اسمع رأيكم يلا كابتن فواصل لا خش يا كريم الحياة اللي بتبقى في الفواصل دي بيسب عليها الجمود كمان ما يسمعها لا وكريم كريم قال لي حاجة أعجبتني بصراحة يعني كريم زكري اللي تكلمني فيها قال لي يا كابتن في الموضوع الأكاديميات وإحنا في التعليم في مشكلة في المدربين اللي بتوع التعليم المدربين دول عاملين زي الدكتور اللي راحلوا مريد لعيب الكرة ده المريد اللي هو لسه صغير ده أما المريد يتشخص غلط فبالتالي ياخد عليك غلط فعمره ما يخف صح بالنفس نفس السيستم ده في لعيب الكرة الناشئ اللعيب الصغير اللي بيتم تعليمه في أساسيات قرة القدم أما هيتعلم غلط ما هياخد المواقف بشكل غلط أما هيكبر هيبقى الغلط ده مستمر عمره ما هيخف منه صحيح فده ده كلام كريم بصراحة عجبني جداً وابتدى الحوار اتفتح على موضوع المجالات الأخرى وبالأخص في حتة الإعلام يعني هاي طيح احنا ليه قلنا كده عشان دايماً عندنا لعيب الكرة خصوصاً اللي بيكون برند اسم اسم وبطولات أعمل بطولات كبيرة جداً هو بيبقى مهتم إن خلاص أنا عملت اللي عليا فده كافي إن أنا أبقى مدرب مرة واحدة ده كافي إن أنا أبقى أعمل برنامج مرة واحدة ده غلط إحنا ربنا خلقنا عشان نتعلم كل يوم في جديد فوق كرة طيب إنت الكرير بتاعك وإنت لعيب كرة مختلف خالص أيوه معاد نومك معاد صحيانك معاد تفكيرك إنت كلعيب كرة موهبتك لعيب كرة إنت عندك موهب في رجلك عندك موهب بس بتديرها بعقلك زي بتديرها بعقلك إنت بتنام بدري بس شايل هم صحتك بس أنا مليش دعوة العشرة نمو ولا مناموش أنا بأنام لوحد لكن وإنت مدرب إنت شايل قايمة صح 30 لعب إنت شايل جمهور صح إنت شايل إنت شايل ده رقم واحد وإنت مدرب وإنت إعلامي وبتقدم برنامج الموضوع بيقع لانطاق أوسع إزاي الكلمة ممكن تحفز شخص وممكن تنزل بيه لسبع أرض الجملة هتعمل نفس الأصر أنا بتكلم عنه فما بالك بموضوع الحلقة اللي إنت تفضل قاعد بتتفرج على 70% من البرامج الرياضية للأسف الأغلبة كانوا لعبي الكورة شغالين على التريندات بس يعني الموضوع بتاع فيتوريا لما اتفرجت عليه وخصصا من لعب الكورة اللي كانوا بيلعبوا كورة وبقي حلوا أنا نادرة لما لقيت لعب الكورة طلع يتكلم وقال إيه الحل بعد فيتوريا لا هم كلهم بتكلموا في صراحة مشي ممشيش بتكلموا في فرعيات أو ما فيش موضعية حتى في الكلام اللي إنت بتقوله في ناس كتير يعني كلهم أولا الجميع لها كل الاحترام ده مبدئيا بس في برضو ناس كتيرة تكلمت باحترام وإن كنت تتفي معاك إن في مجموعة بتعمل في طبعا ناس باحترام جدا بس في ناس كثيرة تتحدث دائما باحترام وبزكاء كمان بس هي الفكرة هنا كريم إن انت النهاردة لما بتتكلم خلاني تكلم على السبعين أو الستين في المية خلال الناس الثانية معروفين بالإسم هم هي وبيتكلموا إزاي وفكرهم عامل إزاي لكن أنا بيكلمك في اللعيب كبير بقى بيقدم برنامج أو طلعي حل في برنامج إيه اللي أنا استفدته كشاب صغير بتفرج عليك إيه اللي ممكن يبني لحياتي طب إيه اللي إيه اللي انت خلقتهولي أو ادتهوني كمعلومة في برنامج قدرة بتفرج عليه مش هتلاقي حاجة عشان كده هنرجع عن نفس النقطة لازم توزنوا الأمور كويس أنا النهاردة لما بطلع أتكلم معاك في القناة لسه بتكلم مع كابتل قسام بقول له أنا من 7-8 سنين كنت معا في الشباب والرياضة وتحليل المطشاط وماشي في مشواره ومكمل في مشواره ده حاجة حبيبها أغلب الناس بتقول لي طب ما متمرنش قلوهم أنا راجل بحب الإعلام وشايف نفسي فيه لغاية الوقت اللي هيجي هتلاقيه إن شاء الله موجود وليه برنامجي وعندي حلمي بس بعمل update لنفسي أنا دايما بتفرج 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 بتعلم حايزة أخد شهادة التانية حتى في الإعلام ملاش علاقة فيه لعبة كتيرة جدا وكابتل قسامة ده مثل بمرضونة وكابتل حمود الخطيب بدأوا حياتهم بالتدريب لكابتل حمود الخطيب زكي دي بقى لك لأ الإدارة كل واحد ربنا بتديله موهبة اكتشفها واشتغل عليها مش تكتشفها وابقى أنت خلاص نجل مضبوط نيبقى نحلل نهاردة أول المباراة نهاردة كانت المباراة الإسماعيلي والإسماعيلي لو أنت رأت في الإسماعيلي بشكل عام ماشي بشكل كويس مع كابتن أهاب جلال بعد التوقف بتاع بطولة أفريقيا هو الأفضل أفضل من الفترة السابقة رغم الرحيل العدل من اللعبين رغم الرحيل لأنما بيطلع ابتديت أحس مع كابتن أهاب جلال في الإسماعيلي أن أنا بشم ريحة عودة اللعيبة الموهوبة من قطاع الناشئين لنادي الإسماعيلي مرتا عظيم إن عضل إسماعيلي والجونة وقل لي بقى شفتها فنين إزاي عشان الإسماعيلي كمان عمل شغل اتحسن جدا والجونة كابتن على عبدالله لو ما كسبش ما بيخسرش بص طبعا طبعا دي فرصة من الفرص الكرات السابقة الدربة الركنية مع العيب أنا عايز بس اللي بيلعب الدربة الركنية كده القاميرا تيجي عليه كده ارجع بالكرة كده طبعا ثم من أفضل اللعيبة اللي موجودة في الكرة المصرية عايز يبتدي يركز أكتر من كده الصحيح النهاردة هو شيء الشارع عشان كده بقول له أقف عند عبرحمن المجدي لابس شارة نادي الإسماعيلي ده نادي كبير قوي نادي عظيم ونادي تاريخ كبير وجمهور كبير وحاجة كبيرة جدا لو ركست عبدالرحمن أكتر من كده في قيادة نادر الإسماعيلي ممكن تكون واحد من الأساطير اللي موجودة في نادر الإسماعيلي في السنوات القاضية لأن انت لسه سنك صغير موليد 97 وانت كابت النادر الإسماعيلي وأفضل واحد فتقدر توصع النادر الإسماعيلي للحتة لبرى الأمان أفضل من كده بكتير طبعا دي فرصة ضيعة صبح سلمان نتقلق فيها بشكل كبير جدا من فرص اللي هي كانت ممكن تيجون واتكلمنا عنه صبح سلمان من الحراس اللي كانت منتخب النشئين ومنتخب الشباب الناحية الثانية ضربة روخنية تانية هنشوف هنا في خطأ في تمركزات لعبة نادي الجونة بشكل كبير جدا اللي أنا مش فاهم برضو رغم أن كابتن علاء عبدالعال من الناس اللي بتحفز الحية نحن نعيدا عشر مرات شباب نجيب للتانية شباب من الناس اللي بتحفز الناحية التانية نفس الخطأ هو برضو في التمركزات الدفاعية وبرضو المدافع هو اللي مطلح ضربة روخنية مرة تانية خلاص مشيها هات الكرة بقى اللي دخل فيه مجول في ماتش سراميكا هنا المدافع هو اللي أنقذ الكرة دي هنا في ماتش سراميكا في الدعية الأخيرة وهو متقدم واحد سفر برضو في خطأ الدفاعي هنا في التمركز من كرة سبتة برضو بيخش فيه هدف هنا كابتن علاء عبدالعال لازم هو من المدربين اللي بيعرف يحفز اللعبة الحتة دي كويس وبيعرف يقفل النواحي الدفاعية كويس لازم لعبته تركز أكتر من كده في الكرة السبتة لأنه واضح أن هي مصدر خطورة بشكل كبير جدا لنادي الجونة طيب ماشي للفرص هنا كرة أيمن مكة دين الفراد وأيمن مكة من اللعبة اللي ابتدت نسمع اسمها واسمها رن في الدور المصري بشكل كبير جدا كانت من الفرص اللي أحمد عادل عبد منعم شالها بشكل كبير ودي برضو من الكرة اللي كانت ممكن نادي الإسماعيلي يتقدم فيها في المباراة وفي آخر فرصة في المباراة دي بالشكل ده بصراحة أنا بحي في صبح سليمان على رد فعله للكرتين الأولانية والتانية بص الكرة الأولانية بصها من تحت رجل نادر بص صعبة جدا يعني المهاجم جوه الستة يرضى وكرة التانية بأمانة شديدة شلع بشكل كويس جدا مركز وعينه مع الكرة دي من الحاجات الكويسة الإيجابية الحراس المرمى اللي لازم نقول إن فيه حارس بيشتغل على نفسه كويس ومدربه شغال عليه بشكل كويس جدا طيب عظيم جدا دي مباراة الإسماعيلي والجونة مباراة أخرى كيات المصري من كل عرب والمصري النهاردة بيختف فوز مهم جدا بهدف دون راتب يتبقى عن الفرصة التاريخية بس المصري يتحسن يعني حسن الفرقة تقلت يعني تقلت دي ايه تقلت على مستوى اللعيبة وفكرة أفكار الكابتن علي ماهر بيتوضحة على الفرقة يعني بتتفق معك إنها تقلت عشان بدأ يبلها شكل بدأ يبقى فيه سكواد معين سبعة تمانية ممكن ما يتغروش وده مطالب في الأندية الجماهرية عموما أو أي فرقة كبيرة لازم يكون عندك قوام أساسي ما بتغيرش في كتير فده خد وقت مع الكابتن علي خلي بالك كابتن علي قبله مشكلة كبيرة جدا يعني فيها وقت كنت تلاقي النادى المصري مفوش لعيبة مش عارف تحط الحداشر مفيش لعيبة فعلا لا النهاردة الكابتن علي عنده مشكلة لا ده فيه فرقتين طب الفرقتين دول عشان أوصل لأحسن حداشر الموضوع بياخد وقت عشان يحصل ما بين الحداشر دول انسجام ده برضو بياخد وقت وده اللي شفنا مع الكابتن علي مهن مع تدرج المطشاط لقيت النادى المصري الاهداف اللي بدأت تدخل فيه قالت مع تواجد باهر جنب احمد ايمان منصور اللي اتنين عاملين تقلي كبير جدا لدفاع النادى المصري مع تقلق محمود جاد بدأت الاهداف تقل شوية اللي بتخش في النادى المصري تابسكور اللي النادى المصري بعمله لأ النادى المصري بيوصل صلاح محسن من الصفقات المهمة جدا للنادى المصري باستثناء الفرصة اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة طبعا عندك فخر الدين بن يوسف عندك حسن فيه لعبة اكترا جدا في النادى المصري وعند نقول اسماءهم فرقتين معتزز دام دا اللي جاء من النهاردة من لعبة كويسة جدا برغم رحيل الياس الجلسي لكن خليه لك النادى المصري يماشي بخطة سابتة بصراحة عامل فرقتين كويسين جدا لكن هنكو في النادى المصري اللي انسجام وده اللي بنشوفه مع الوقت مع النادى المصري صحيح طيب احنا سبكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصر خليكم معنا يا عرب حضراتكم مرة وخليسة بشرفني ونواني الكبارات الكبار كابتن وسام عبد الكريم كابتن كريم زكري اخر مباراة اليوم النهاردة كان امبي وزد المباراة وصيرة جدا في احداثها هدف لي امبي هدف فوز لامبي صدارها لجدوى للترتيب وفار طول المباراة اول النهاردة والمباراة طولت اوي بس المباراة كان فيها كثير من اللقطات المهمة اول لقطة عجباني فيها اوي عشان نديله حقهم عمرو حسين حرس المرمى ندي 6 في لقطتين في تصديين من اروع اللقطات اللي انت تشوفها في تركيز حرس المرمى وفهمه الخطط في اداءه الحركة دي هتشوفهم وهو الناس اللي اتبعت المباراة وكلها حاجات رد فعل سريعة جدا واحدة في خط النص الطول الاولاني واحدة في خط النص الطول التاني الاتنين فيهم ريفليكس عالي جدا منه وفيهم رؤية كويسة جدا فلازم نديله حق الحاجة التانية انا عندي ثلاثة حاجات انت قلت اتنينة بس انا عندي ثلاثة اوه الحاجة التانية عبدالله لقطة عبدالله بكري في الهدف هتقولنا شباب اللقطات الكبتب اوه يعني لازم نتكلم كريم زكري واحنا بنتكلم برا اوه يعني دي اللقطات هاي دي من التصديات عمرو حسين برضو من الكرات الهيلة بص الكرة دي بص التصدي ده من اروع التصديات اللي موجودة في الدوري بص كمان اللقطة دي يا سلام عليك اوه حاجة حاجة بصراحة لازم ايه تحسابله تعال بقى نقف هنا عند الكرة دي بتاعت محمد هاني هتقوط بقرة الجول بص عبدالله بكري اوقف لا ارجع ارجع بقى في الاونة ارجع ارجع لا لما اتدخلناش في دي ارجع ارجع كمان واحدة ايوة بس كده اوقف كريم زكري واحنا بنتكلم كان بيتكلم معي برا الهواء بيقول لي دايما السر دي باك اللي هو في قلب الملعب يبقى صاحبه القريب منه قوي الخط هو ده اللي قريب منه اول تمام هو النهاردة في طبيعي اولي الاول انت قلت هاني هتحوض مش محمد شريف هتحوض محمد شريف هتحوض هاني هتحوض عشان بحبه عشان الزكرة عشان السيرة الحلوة بتاعتنا لا وانا بحب هنا مرة جديدة يعني شخصية جميلة وشخصات الحلوة محمد شريف هتحوض الكرة هنا ما تيجي النهاردة انا من مبادئ من مبادئ كرة القدم اللي تعلمها اللعيب وهو صغير ان انا اما اخد المهاجم لازم اخده فين على الخط البر ماينفعش انا انا رايح عبدالله باكري اروح انا البر واسيب المهاجم يروح لي فين لجوه الملعب لاتجاه الجول كامل الكرة بقى ماشي الكرة بص محمد شريف هتحوض عمل ايه بص بص عبدالله باكري بقى فين خلاص انت النهاردة فتحت الرؤية وفتحت الجول ووصلت للرجل وقتله تفضل اوصل جيب هدف دي طبعا لازم لعيب يعني كان عليك كلام كبير جدا للمنتخب وعليك كلام كبير جدا ان انت تروح بيراملذي وعليك كلام كبير ان انت تروح عندها يعني يعني وروح وانت بتلعب في نادي كبير نادي زد ماينفعش تبقي يعني يعني مش عايز انиться اققق ان انه انت بعت نفسك او بالسزاجة دي يعني مش عايز اقول كلمة السزاجةutz بصراحة ان ان انت تبقي ان انت تعمل خطأ زي ده وانت لعب يعني عنده خبرات ولعبت كتير وفي الدوري يعني صعب انما طبعا عمرو حسام ادى اداء كبير جدا الحاجة التانية سيد ياسين طبعا لانه ادى بشكل كويس جدا لازم نديله حقه الحاجة التانية سيد ياسين المدير فني الانبي النهاردة اللي هو المتصدرين للدوري كابتن تامر مصطفى كان يسبق هذه المنظومة وكان عرص هذه المنظومة ماشي جي سيد ياسين في تلت مطشاط يحقق سبع نقاط للنادي امبي هنا لازم كنا بنتكلم انا وكريم قبل في الفاصل ان هنا في منظومة يعني قصة ما بقتش مدرب وكريم قال لي حتى كده عجباني بصراحة في الكلام بس دي عايزة يعني حلقة من اولها ان احنا بيدحك علينا في الكورة بيدحك علينا ليه لان احنا عندنا قطاعات ناشئين ولعبة صغيرة تقدر تقدم لنا مرضود استثماري محترم جدا وعالي جدا انا عشان الوقت بيروح مني اشرح لي الجزئية دي ما تحك علينا ان النهاردة لما تشوف المنظومة بتاعت امبي وان الناشئين بتطلع وهم اول دوري في ستة او سبعة ناشئين النهاردة للي اسماعيلي رغم الظروف اللي كانت بيمر بيها بس هتلاقي في اربع اخمس ناشئين اللي كابتو اسم ما تكلم عنهم الساعي ونادر وكتير فالنهاردة ايه الفرق ما بين الناشئ وما بين اللعبة بقى عشرة مليون ولا حاجة طب ليه اروح اتفع في عشرة مليون مع ان انا ممكن ما ادفعش مئة الف في الناشئ بتاعي ليه يا طرر عشان السمسرة عشان السمسرة حقيقي احنا انت هنتكسف نقول الكلام دي عشان السمسرة اللي بتبقى ما بين الانديا وبعد عشان السمسرة ما بين الوكال عشان السمسرة اللي بيمكن يخد شفاء ومدرب عشان السمسرة ما بين اللعب والوكيل ذات نفسه في لعيبة كمان بتتعرض ده انا خدت مدير كورة في حالة الانديا المصري في لعيبة يتعرض عليها عشرة مليون هو هياخد خمسة ووكيله واخد خمسة في حين اصلاً اللي العدة لو مش مش هيلاقي حت السموضاء ده مهم جداً ده عايز حق الوضع نتكلم فيه كتير اول كابتن كريم شرفته نوارت ربنا خليك كريم وكتب صوته طبعاً معك دائماً كده ومع كابتن اسامة حبيب اسلامي كابتن اسامة نوارت الدنيا كالعادة ربنا خليك كريم وسعيد معك كريم والله النهاردة وحلقة من الحاجات اللي الواحد صرح سعيد بيها جميلة كالعادة بوجودكم اختبت حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على الفيديو